اولادي وبناتي طروا الطالبات الصف السادس الابتدائي اهلا بيكم النهاردة هناخد مع بعض الدرس التاني في الوحدة التالتة بعنوان غاز ثاني اكسيد الكربون اخدنا في الدرس الاول غاز الاكسوجين وشفنا اهميته وطريق التحضيره في المعمل وشفنا كمان المصادر اللي بيجي منها غاز الاكسوجين وشفنا استخداماته المختلفة النهاردة هناخد مع بعض غاز ثاني اكسيد الكربون هنتعرف عليه ونشوف برضو ايه اهميته وايه الغصائص بتاعته وازاي ممكن نحضره في المعمل الاول احنا المرة اللي فاتت كنا بنقول ان الغلاف الجو بتاعنا فيه تمانية وسبعين في المية غاز النيتروجين واحد وعشرين في المية غاز اكسوجين الواحد في المية المتبقي قلنا ده اللي لا من بقى كل مين كل الغازات الاخرى زي غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار المية والارجن والنيون والغازات التانية طب يا ترى ثاني اكسيد الكربون قدي ايه منهم ثاني اكسيد الكربون بيمثل 3 من 100 في المية من حجم الهواء الجوي يعني الواحد ده في منه 3 من 100 في المية من حجم الايه من حجم الهواء طب بيتركب من ايه غاز ثاني اكسيد الكربون الجزء بتاعه بيتكون من تلات زرات واحدة كربون ومسكة معاها اتنين اكسوجين عشان كده بنرمزه بالرمز طبعا زي ما احنا متعودين الحروف بتكون اللي هي الكربون اللي هي الاكسوجين والتو صغيره اللي تحت دي معناه ان انا عندي اتنين اكسوجين يبقى بيبقى عندي واحدة كربون اهي اللي في النص دي مسكة في ايديها مين اللي اتنين اكسوجين يبقى رمزها ده غاز او جزء غاز سانيوكسيد الكربون طب ايه بقى المصادر بتاعته يعني مصادره يعني بيجي منين غاز سانيوكسيد الكربون بينبعث من مصادر كتيرة يعني بيطلع من مصادر كتيرة زي ايه زي تنفس الكائنات الحية فاكرين في غاز الاكسوجين لما قلنا ان احنا لما بنتنفس بنستهلك اكسوجين وبنخرج ايه غاز سانيوكسيد الكربون يبقى غاز ثاني اكسيد الكربون من المصادر بتاعته التنفس الكائنات الحية كمان احتراق المواد العضوية يعني مواد عضوية يعني الفحم بتاعنا لما بنيجي من الحرقه او الخشب هلاقي اي احتراق احنا قلنا انه هو في الدرس اللي فات كان بيستهلك عشان يحترك بيستهلك غاز الاكسوجين طب ايه اللي بينطق بعد الاحتراق بقى غاز ثاني اكسيد الكربون زي عملية التنفس بالزبط الوقود والشمع والتبغ كل دي حاجات لما بتتحرق هي هتاخد هتستهلك الاكسوجين وهتخرج لي ثاني اكسيد الكربون هي دي المصادر يعني الاماكن اللي بينبعث او بيخرج منها غاز ثاني اكسيد الكربون طيب لاحظنا في السنوات الاخيرة في زيادة كبيرة في نسبة غاز ثاني اكسيد الكربون طب ليه غاز ثاني اكسيد الكربون نسبته زادت في الغلاف الجوي بسبب ان المصانع كترت والعربيات كترت فايه اللي حصل بقى فيها احتراق كتير والاحتراق عمال يطلع لي ايه بيطلع لي غاز ثاني اكسيد الكربون فاحتراق الوقود اللي هو الوقود اللي بيشغل العربيات وبيشغل المصانع ده بسبب الاحتراق الكتير دوته في المحركات بتاعت وسائل النقل والمواصلات والمحطات نفسها بتاعت الوقود المحطات اللي بتبيع البنزين وتبيع الحاجات دي كلها بيحصل فيها احتراق للوقود فهينتج منه غاز ثاني اكسيد الكربون طيب مش بس كده الحاجة المهمة اللي بتستهلك ليساني اكسيد الكربون عشان تطلع لي بدله اكسوجين اللي هي النباتات الخضراء قلت جدا بدأ الانسان يعمل اثار سلبية منها ازالة الغبات انه بقى يشيل الاراضي الزراعية ويشيل الغبات اللي موجودة عشان يبني في مكانها مجتمعات عمرانية جديدة فده اثر على ايه انه لما الغبات قلت يعني النباتات والشجر قل يعني المساحات الخضراء تناقصت طب معنى كده ايه انه ساني اكسيد الكربون عمال يطلع لي من المصانع ومن عربيات وسائل النقل فعمال يزيد وما فيش اللي يستهلكه يحصل ايه اللي النسبة بتاعته هتزيد في الغلاف الجوي طيب ويه اللي يحصل لما غاز ساني اكسيد الكربون يزيد في الغلاف الجوي نسبته تزيد طبعا هتقدي لاضرار خطيرة جدا ازاي بقى احنا عارفين ان احنا بنتنفس اكسوجين طيب لما غاز ساني اكسيد الكربون يزيد في الغلاف الجوي او في الهوى بتاعنا هيسبب اختناق للكائنات الحية مش هيبقى عندها صعوبة في التنفس وظاهرة بقى بتحصل مهمة جدا وبنعاني منها هي ظاهرة الاحتباس الحراري يعني ايه احتباس حراري اللي تسبب فيها زيادة نسبة غاز ساني اكسيد الكربون الاحتباس الحراري من اسمه احتباس حراري يعني الارض محبوسة فيها الحرارة يعني ارتفعت درجة حرارتها وبقى الجو حر جدا كلنا لاحزنا ان الصيف بقت تيجي درجة حرارته عالية جدا عن السنين اللي فاتت ليه لان بسبب التلوس اللي طالع من عوادم السيارات ودخان المصانع كل الحاجات دي زودت نسبة غاز ساني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي وبسبب كده حصل ارتفاع شديد في درجة حرارة الارض هو ده السبب في ان الجو بقى حر بزيادة وسمينا الظاهرة دي بظاهرة الاحتباس الحراري يعني الارض محبوس فيها الحرارة ليه? عشان ساني اكسيد الكربون عمل لي غلاف حوالين الارض هو كتر فعمل زي البطنية حوالين الارض اللي بتخلي الحرارة لما الارض عايز تتخرج الحرارة الزيادة اللي جواها مش هتعرف ليه? عشان الحرارة محبوسة بصوا الحرارة تيجي تخرج تلاقي ساني اكسيد الكربون واقف لها فترجع تاني للارض محبوسة فيها تمام يا ولاد? طيب كده احنا عرفنا ايه هي المصادر وايه هي آآ الاضرار بتاعت غاز ساني اكسيد الكربون طيب احنا ازاي نعرف ان انا عندي ساني اكسيد الكربون ولا لأ? ازاي اكشف عن وجوده? لو معايا مخبار وفي غاز عايز اعرف يا طرع المخبار ده الغاز اللي فيه ساني اكسيد الكربون ولا لأ? غاز ساني اكسيد الكربون بنقدر نتعرف عليه بسهولة جدا باستخدام حاجة اسمها ماء الجير الرائق. عارفين الجير? الجير دوت بيدوب في المية. يعني لو حطينا منه شوية في المية ودوبناه تمام? هيدوب وتفضل المية ريئة عادي كأنه ما فيهاش حاجة. طيب ازاي بقى ساني اكسيد الكربون اقدر اكشف عنه بماء الجير الرائق. ساني اكسيد الكربون لو انا دخلته في انبوبة والانبوبة دي كان فيها ماء جير رائق. هلاقي ان ساني اكسيد الكربون هيتحد مع ماء الجير الرائق. هيحصل ما بينهم حاجة اسمها تفاعل. يعني هيرتبطوا ببعض. هيتفاعلوا مع بعض. طيب ساني اكسيد الكربون احنا عارفين رمزه سي او تو. ماء الجير الرائق ده اسمه هيدروكسيد الكالسيوم. هيدروكسيد الكالسيوم ده الاسم الكيميائي لماء الجير الرائق. طيب. ايه اللي هيحصل بقى لما السي او اللي هيساني اكسيد الكربون. يتفاعل او يتحد مع هيدروكسيد الكالسيوم اللي هو ماء الجير الرائق. هيتكون لي هيطلع للناتج مادة جديدة. المادة دي اسمها كاربونات الكالسيوم. اسمها ايه? كاربونات الكالسيوم. كاربونات الكالسيوم بقى ما بتضوبش في المية مش زي هيدروكسيد الكالسيوم. كاربونات الكالسيوم ما بتضوبش في المية ولونها ابيض فتعمل لي ايه في ماء الجير الرائق هتعكره تخيلوا كده لو انا جبت حاجة لونها ابيض والحاجة دي ما بتضبش في المية وحطتها في المية هتعكره وتخليها عمل زيلون اللبن شوية الخفيف. ليه? اصلوا ما بيدبش فيها. فخلى اللبق المية لونها غير. تمام? يبقى ازاي بنكشف عن موجود ساني اكسيد الكربون باستخدام ماء الجير الرائق. ماء الجير الرائق اسمه كيميائي ايه? هايدروكسيد الكالسيوم. طب لما حط ساني اكسيد كربون على هايدروكسيد الكالسيوم اللي هو ماء الجير يطلع لي مين? مين الخلطة دي? محطوهم على بعد كده يطلع ايه? يطلع لي كربونات كالسيوم. وده راسب ابيض يعني راسب يعني مادة مش بتضب في المية. ده معنى كلمة راسب. مادة ما بتضبش في المية. طب حاجة بيضة ما بتضبش في المية هتعمليه في المية الريئة هتعكرها وتخلي لونها ابيض. تمام يا ولاد? بصوا اهي. دي الشفافة دي ماء جير رائق. يعني هايدروكسيد كالسيوم مدايب في المية. حطينا سانيوكسيد الكربون بصوا لونها. ليه? عشان سانيوكسيد الكربون اتحد مع هيدروكسيد الكالسيوم ويداني مادة اسمها كربونات كالسيوم مش بتضوب ولونها ابيض في عكارة المية. تمام يا ولاد? ده كده الطريقة اللي بنكشف بيها عن وجود سانيوكسيد الكربون. طب احنا قلنا ان غس سانيوكسيد الكربون من المصادر بتاعته انه بينتج من تنفس الكائنات الحية كل الكائنات الحية بتتنفس سواء كان انسان او حيوان او نباتات. طب انا عايزة اتأكد برضو من المعلومة دي. هجيب كده برطمون. برطمون دي في ماء جير رائق. واجيب حاجة كده زي الايه? الشليمون دي هيت او امبوبر فيعة. وهنفخ فيها. انا مفروض ان انا في التنفس باخد اكسجين وبطلع سانيوكسيد الكربون. طيب لما هننفخ فيه الشليمون دي او الامبوبة الرفيعة اللي داخلها جوه البرطمون دي هي هيحصل ايه? مفروض ان انا بتنفق بتنفق بنفخ يعني بخرج هواء الزفير اللي هو مفروض في مين? سانيوكسيد الكربون. هلاقي الماء ماء الجير الرائق اللي جوه البرطمون دي حصل له ايه? اتعكر. يبقى كده نتأكد ان هواء الزفير اللي خارج من التنفس بتاعي بيحتوي على ايه? سانيوكسيد الكربون بدليل ايه? بدليل ان المية اتعكرت لما نفخت فيها. طيب البزور بتاعة النباتات النمية. يعني ايه? لما اجي اجيب بزرة. عارفين لما اجيبوا بزرة فول كده وبتزرعوها على ورق المناديل او على قطعة مبللة من مسلا القماش او حاجة. ايه اللي بيحصل? بتبتدي تنبت? واكيد كلكم جربتوا التجربة دي. طيب مش النباتات دي كائن حي? بتتنفس برضو? هي بتعمل اخلي بالكم اتلغبطوش. النبات بيعمل حاجتين. عملية بناء ضوئي. اللي كان بياخد فيها ساني اكسيد الكربون ويطلع لي اكسجين. وفي نفس الوقت هو بيتنفس ففي التنفس بيتنفس زينا. بياخد اكسجين ويطلع لي ساني اكسيد الكربون. طب احنا اتأكدنا ازاي? ان النباتات او البزور النمية دي هيت هتتنفس وتطلع لي ساني اكسيد الكربون. جبت برطمان وحطيت فيه بزورس بتاعة تنبت. ووصلت وصلة كده من البرطمان ده قفلته كويس. وخرمت فيه كده فتحة. وايه? وصلت وصلة لبرطمان تاني في ايه? ماء جير رائق. هلاحز بعد فترة ايه اللي حصل? ان ماء الجير اتعكرت. يبقى طلع ساني اكسيد الكربون. يبقى البزور دي هيت وهي بتنبت. حصل ايه? اتنفست. ولما تنفست طلعت لي ساني اكسيد الكربون اللي عكر ماء الجير. تمام يا ولاد? طيب احنا قلنا ان غاز ساني اكسيد الكربون بيطلع من حاجتين. من التنفس ومن احتراق المواد العضوية زي الشمعة زي الخشب زي الفحم. طب انا عايز اتأكد ان ساني اكسيد الكربون فعلا بيخرج من مين? من احتراق المواد العضوية. هنعمل تجربة بسيطة قوي. هجيب مخبار. هقفله من فوق وحطى جواه شمعة. واسيب الشمعة دي تتحرق لحد ما تطفي. بعد فترة اطفت الشمعة. طيب هعمل ايه بقى? هفتح الغطى ده اللي فوق بسرعة وادلق ماء جير رائق. لقيت اول ما دلعت ماء جير الرائق جوه المخبار ده. لقيت المية تعكرت. يبقى معنى كده ايه اللي حصل? ايه اللي حصل? اني لما الشمعة دي فضلت تتحرق. كونتلي او خرج من احتراقها ايه? صدر من اختراقها اه من احتراقها غاز ساني اكسيد الكربون. طيب لما انا جيت بقى فتحت الغطى ودلقت ساني اه ودلقت ماء جير الرائق. حصل ايه? اتفاعل مع ساني اكسيد الكربون اللي تكون جوه المخبار ده. ويكون لي ايه? ويكون لي آآ كربونات الكالسيوم اللي عكرت ماء جير الرائق. تمام يا ولد? يبقى كده غاز ساني اكسيد الكربون فعلا بينتج من احتراق الشمعة او احتراق اي مادة عضوية. لحد هنا خلصنا الجزء بتاعنا. ان شاء الله تابعوني الفيديو اللي جاي عشان نكمل الدرس بتاعنا. ونعرف ازاي هنحضر آآ غاز ساني اكسيد الكربون وايه الخصائص بتاعته وايه استخداماته ما هو مش بس مضر اكيد ليه اهمية واستخدامات في حياتنا. تابعوني الفيديو اللي جاي بالتوفيق يا ولاد مع السلامة.